غرّدتم قبل قليل في معرض الحديث عن المصالحة بأنه جاري العمل على صفقة لإنهاء حرب اليمن ما طبيعة هذه الصفقة وما هي تفاصيلها؟ لا توجد لدي تفاصيل غير ما أعلن أن هناك لقاء قد تم بين الوفد الأمريكي والوفد الحوثي من اليمن ويبدو أن هذا اللقاء حدث في مسقط عمان فالدورة العمانية مهم جدا والدبلوماسية العمانية هي جزء من الدبلوماسية الخليجية التي أصبحت نشطة في الأهونة الأخيرة من خلال الزيارات المختلفة ونعول كثيرا على الدبلوماسية الخليجية حاليا لإطفاء الكثير من الحرائق المندلعة في المنطقة بابتداء باليمن فما يجري حاليا في تقديري على الصعيد اليمني أننا أصبحنا في الدقائق الخمس الأخيرة في الدقائق الخمس الأخيرة من حرب اليمن وهذا يدفعنا للتفاول أنا أعتقد هناك ضغط دولي أممي وهناك ضغط أمريكي وهناك ضغط إقليمي على جميع أطراف النزاع في اليمن ويبدو أنه أصبحنا أقرب من أي وقت آخر من إنهاء هذه الحرب رغم ذلك دائما هناك شك في نوايا الحوثيين وأن هناك شك أكبر في نوايا إيران ودورها ورغبتها في استمرار الحرب في اليمن لكن أعتقد هناك إرادة خليجية وإرادة يمنية داخلية لإنهاء هذا الملف وهذا بالمناسبة جزء أيضا من المصالح الخليجية وانعكاساتها ربما على الملف اليمني كما أتوقع أن لهذه المصالحة ستكون العكاسات على ملفات أخرى مثل ليبيا وفي حال حدوث ذلك هذا أكبر مكسب لمصر وأكبر مكسب لمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي عموما فالمصالحة اليمنية اليوم إن تمت سيكون تتويجا مهما جدا وإغلاقا لملف قد داما أكثر من خمس سنوات اشتركوا في القناة